السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين أحبب حلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز من الفاتح الانتابع حياكم الله بعد حدوث المناكفات والمناورات بين الأقطاب السياسية داخل البيت السني اليوم تقف هذه خلافات حجر عثرة أمام الحكومة الحالية حكومة الخدمات اللي لم يتم معالجتها طبعا الشارع العراقي والأوساط السياسية تترقب من الحكومة المضي بتنفيذ برنامجها فتقديم الخدمات إعادة تأهيل البناء التحتية يقول عنها المراقبون بأن ستذهب أدراج الرياح اللي لم تستمر هذه الخلافات كون الشارع ينتظر إقرار الموازنة وبقية التشريعات اللي تقلل على المواطن صعوبة العيش فمن هنا تناط إلى حكومة الخدمات تناط مهام أخرى تحديات راح تواجهها بهذا الصدد بمواجهة هذه التصعيدات وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي للمضي بسير العمل دون وجود المعوقات اللي تأكس صورة سلبية للمواطن عن أداء الحكومة حتى لو لم تكن صورة حقيقية أما ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة فإن شريحة واسعة تلامس الألفين من محتجزي رفحاء اللي شملوا سابقاً بالحقوق التقاعدية الممنوحة إلهم وفق الضوابط المرعية إلا أنها وبدون سابق إنذار تم قطعها وفقاً لإجراءات قانونية مغايرة كما تحدث أو تحدث المستفيدون واللي قارب اعتصامهم أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء من نهاية أسبوع الثاني غير أن هذه المطالبات وجدت حيز كبير لها وإهتمام حكومي ملفت للنظر طبعاً حكومة الخدمات تابعت ملفهم تابعت متابعة ميدانية حرصت على معالجة أوضاعهم وفقاً للمسارات القانونية إذا المشاهدي الأحبة خلونا نفتح هذا الملف لكن بعد أن نرحب بضيوفنا الكرام إذا نكونوا معنا الواقع السياسي مشاهدي الأحبة اليوم يفرض على الحكومة إيجاد الحلول ومعالجات المشاكل داخل البيت السياسي هذه التحديات تضاف إلى التحديات الأخرى التي تتمثل بتقديم الخدمات ومعالجة صرف الدولار وتقوية أواصل العلاقات الخارجية بما ينأكس إيجاباً على البلد والبناء التحتية خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف لأفر معاً نشاهد تقرير الزميلاً وهالشماري الحكومة السابقة وسياستها المقيطة لم تترك المجال لأمل الشارع العراقي توسموا خيراً بما تأتي بعدها فاليوم كل الأنظر تتجه إلى أداء حكومة الخدمات ومدى جدية عملها ومن جانب آخر توالى الإرباكة داخل العملية السياسية التي يرى المراقبون أن هناك يداً وراء تأجيج البيت السياسي لوضع العقبات أمام حكومة السوداني وبالتالي إيقاعها في فخ العجز وعكس صورة فشلها لدى الشارع لا رأي بأن هناك الكثير من التحديات تواجه حكومة محمد الشاع السوداني وبالتالي لا بد أن تكون لديها أولوية لمواجهة هذه التحديات قد تكون أيضاً شخصة أبرز هذه التحديات هي التحديات الخدمية الأزمات السياسية لانقسامات داخل المكونات سواء كان السني أو الكردي قطعاً سوف يلقي بظلالة على العملية السياسية فالمهمة اليوم أمام الحكومة الحالية لم تكن سهلة لما تواجه من تحديات كثيرة على الصعيدين الخارجي والداخلي إذ لا بد أن تعزز العلاقات الخارجية من جهة والحفاظ على توازن العملية السياسية من جهة أخرى بعد التصدع الذي ضرب البيت السني والخلافات التي تلقي بظلالها على تشريع القوانين هناك نوع من التحديات الأهم من هذه النوع التحديات هو التحدي الخارجي والهيمنة الخارجية هذا التحدي مرتبط بالتحدي الثاني وهو التحدي الداخلي الذي يسيطر على بعض الأحزاب الموجودة والمشاركة بالحكومة بالتالي سيؤثر على ويعكس على عمل الحكومة السيد الشعي السودان من أهم من هذه التحديات والآثار هو تأخير تشريع قانون الموازنة المصالح الحزبية غفحت على سطح المشهد السياسي بالتالي اليوم المطالبات تتجه إلى الجهات المتنفذة لحلحلة هذه الإشكالات أما المراقبون فيرون أن هذه الخلافات ربما تضع العصى في عجلة سير الحكومة والنتيجة تأجيج الشارع العام والأوساط السياسية على عملها إذ لا بد من وضع المعالجات لعبور هذا المأزق دون الرجوع إلى المربع الأول من الانشقاقات السياسية نهاشمري الأيام الفضائية حياكم الله مجددا المشاهد الأحبة أرحب بي ضيفي الكريمين الأساءة علي فضل الله المحل السياسي حياك الأساءة علي ضيفا كريما وكذلك أرحب بي ضيفي الأستاذ مفيد السعيدي المحل السياسي أنا محمد بكم ضيوفا كرام أستاذ علي فضل الله نتحدث اليوم عن الواقع السياسي اللي بدأ يفرض على الحكومة الكثير من الضغوطات ابتداء من المناكفات السياسية وليس انتهاءا من المشاكل التي تحدث داخل البيوتات السنية وآخرها ما حدث ولا زال يحدث داخل البيت السني تحديدا فبالتأكيد أن لهذه المناكفات انعكاسات على استقرار الوضع السياسي من جهة وأداء الحكومة من جهة أخرى خلينا نبدأ بهذه الإشكالات حتى بعدين نقيم أو نعرف كيف ستتخذ الحكومة بعض الإجراءات التي تنجح عملها بدلا شكرا لهذا الاستضافة السيد أحمد تحية طيب الحضرتك للضيف الكريم السيد موفي للمشاهدي قناتكم الكريمة أنا برأي حقيقة الوضع السياسي في العراق من خلال هذه الحكومة وخصوصا مع تسييد قوة الإطار التنسيقي للمشهد السياسي ووجود أغلبية مريحة لقوة الإطار داخل البرلمان العراقي أنا أعتقد ولا زالت حقيقة الإطار متماسك فبالتالي الخلافات السياسية التي هي خارج قوة الإطار التنسيقي برأيي لم تؤثر لحد الآن على أداء السلطة التنفيذية باعتبار عندما يكون هناك تأثير نشهد أن هناك تلك في عمل الحكومة الحكومة برأيي الآن تعمل حقيقة على مستويات عدة وأهم هذه المستويات هو الشعار أو المبدأ الذي رفع من قبل قوة الإطار التنسيقي باعتبار أن هذه الحكومة من حيث المبدأ الأولي هي حكومة إطار لكن من حيث المنطق هي حكومة اتلاف إدارة الدولة فبالتالي أيضا علينا أن لا نحمل الإطار كل المسؤولية فيجب أن تكون المسؤولية مستركة لكن ما أريد أوصل له أنه الآن الحكومة لديها أريحية وهي تعمل لكن للأسف شاهدنا على مستوى الحكومات السابقة كلما قررت القوى الشعية تذهب باتجاه الإنجاز وتحقيق ما يصبو إليه أو يربو إليه المواطن العراقي شاهدنا الفاعل السياسي وتحديدا الجانب الأمريكي لا بد أن يبتكر عفواً أو يخترع أو يأتي بأزمة مركبة تربك المشهد السياسي أزمة الدولار والأزمة الاقتصادية أعتقد أريد لها أن تخطف حقيقة فرحة العراقين وحتى الحكومة وقوى الإطار التنسيقي بأهم منجز وهو منجز البنى التحتية فما قامت به حقيقة الحكومة من خلال جهد الهندسي برأيه انتشلت قرابة خمس ملايين مواطن على أقل التقادير من حالة الضياء بعدم وجود بنى تحتية لا مجاري لا مياه حقيقة صالحة للشرب لا كهرباء لا طرق معبدة هذا الإنجاز قد يختفي إذا ما وصلنا إلى مرحلة إجاعة الشعب العراقي من خلال تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي لذلك نحتاج إلى حقيقة فكر ستراتيجي كبير جدا دائما ينتبه ويأخذ بنظر احتبار أن هناك دائما جهة مباغتة تعمل باتجاهات متعددة من أجل إرباك المشهد السياسي لذلك اللي أريد أقول آني على المستوى الداخلي الحكومة مستقرة لكن الفاعل السياسي الخارجي بدأ يربك أو يحاول أن يربك المشهد السياسي من خلال إصطناع أزمة وهي أزمة الدولار هذا ما أود السؤال عننا أستاذ علي ورحب مجددا بحضرتك سامفيد السعيد سيد فضل الله بأنه إذا ما أردنا أن نلتمسي الحلول فعلينا أن نتخذ استراتيجيات بطبيعة الحال استراتيجيات راح تكون داخلية وخارجية قبل أن ناقش المواضع الخارجية خلينا في أشياء الداخلي لا زالت القوى السياسية أنتجت حكومة وصفت نفسها بحكومة خدمات وصفها أستاذ علي فضل الله بأنها حكومة السوداني تمثل حكومة الإطار التنسيقي والإطار التنسيقي هو نواة لتحالف إدارة الدولة بالتالي لما تشترك كل هذه القوى السياسية الممثلة بالبرلمان ببصمتها في هذه الحكومة النجاح على من يحسب والفشل على من يحسب وبالتالي تصحيح الأخطاء آنيا على من يقع هذا الموضوع نعم تحية طيبة لكم جمع مشاهديكم كرام لأضيفك الأخير صالح علي طبعاً نسبة النجاح والفشل هي نسبة مأوية في كل الأحوال ليس كما كانت في المرحلة السابقة التي روجها الإعلام بأن الكل فاشل والكل والكل وهذه النظرة السوداوية الموجودة ربما اليوم العامل الإعلامي يكون مهم وفي نقل الحقيقة كما هي يراها وكما يراها الفرد العراقي لكن أصبحت بعض القنوات قنوات الفتنة التي تروج إلى النظرة السوداوية ولا نظرة الهابطة وأخذت تصل إلى مرحلة غسيل الدماغ لأغلب فؤات الشارع العراقي نسبة النجاح هي اليوم يتقاسمها كل تحالف إدارة الدولة ربما لطار لديها النصيب الأكبر من المغنم والمغرم فيما أن الحكومة نجحت في تقديم الخدمات أم أغفقت هذا الإخفاق يقدر هل هو الإخفاق يصل إلى النسبة الصفرية؟ بالتأكيد لا أول حتى النجاح أن يصل إلى النسبة المغوية أن يكون مئة بالمئة بالتأكيد نريد أن تكون حكومة تلبي طموح ورضى المواطن العراق وطموح نحن يرجعون كمواطنين هذه نعطيها فالدرجة من النجاح أنا في تقديراتي لمتابعتي للجهد الخدمي خلال مرحلة هي السبعين يوم من يوم التصويت على الحكومة لغاية أم ربما تجاوزنا السبعين بيوم أو يومين هي قد ذهبت ربما وحققت نجاحات كبيرة وباهرة ويلاحظها ليس اليوم الموجود في مناطق وسط العاصمة بغداد فاللي يذهب أبناء أطراف بغداد في شرقها وغربها وجنوبها وحتى في مناطق النهروان وغيرها يرى فرق كبير ما بين قبل وجود السوداني ووقت الحالي للوجود السوداني وأيضا ربما لاحظنا أطلق مشروع شبكة الحماية الاجتماعية هي عبارة عن مجسات ووفق هذه المجسات تكون هناك حماية للمستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية وأيضا هذه المجسات ربما تكون إيجابة على واقع الخدمات وتستفاد منها مؤسسات أخرى هذا جانب لكن اليوم أن أجي وأعصب الإخفاق لا سمح الله لا حدث في رأس الإطار التنسيقي هذا ربما المشكلة وأيضا خطأ كبير أن نضع الخطأ فقط في رأس الإطار ويكون آخرين كما كانوا في حكومة السيد عادل عبد المهدي والحكومات السابقة هذا أيضا يجب أن يبين لدى الشارع العراقي الواقع للتحديات التي ربما تلاقيها أو التحدي الذي يعلى أن وجود نجاح حقيقتها الحكومة هو تحدي واقع الدولار الموجود وأيضا فتح المناطق الحدودية في قريم كردستان لتهريب العمل بالتجارة التركية وما سببها هذه الأزمة الموجودة بالتالي اليوم الكل في مركب واحد والكل لازم أن يحصل في حساباته من هذه الحكومة وهذا الوضع اليوم هو مرحلة تأسيسية لأي حكومة تؤسس لثلاثة عقود أو أربع عقود كأقل تقدير من الزمن لعملية سياسية انتقلت لمرحلة الحرب الصلبة ومرحلة الحرب الفكري الموجودة لمرحلة حرب الخدمات ومواجهة الفساد المالي والإداري طيب هذه الإجراءات إن كانت على المستوى الاستراتيج الداخلي يسال علي فضل الله تحدثت أيضا وأشرت إلى أنه قضية الدولار وضواغط وفواعل سياسية أخرى تبدو أنها تأتي من الخارج بالتالي إجراءات الحكومية التي تستطيع التعامل معها كذا ضغوطات إما تتجنبها وإما أن تعاملها بالمثل وإما أن تفرض السلطة والسيادة عليها حتى تستطيع النجاح كيف تنظر إلى هذه التحديات شوف السيد أحمد يجب العمل الحقيق على أكثر من اتجاه الاتجاه الأهم برأيي واللي شهد كسل استراتيجي كبير في المرحلة السابقة هو الجهد الدبلوماسي الضعيف أو حتى المتضائل أو الغير منظور من قبل الحكومات السابقة الكل يعلم أو قد لا يعلم أن هناك قرار برقم 1483 أصدر من قبل مجلس الأمين عام 2003 واللي من خلاله الأموال العراقية تذهب مبيعات طبعا النفط يعتبر أن العراق اقتصاد ريعي ويحتمد على مبيعات النفط المبيعات تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي عام 2011 بعد عقد الاتفاقية استراتيجية كان من المفترض أن يشهد العراق جهدا دبلوماسيا كبيرا جدا ويحاول أن ينوع بأن تذهب واردات النفط لا تذهب إلى البنك الفيدرالي الأمريكي فقط بل تذهب إلى بنوك متعددة وهذا ما يخلق حقيقة إرادة اقتصادية تستطيع أن تواجه التحدي الخارجي أن نضع البيض في سلة واحدة أنا أعتقد هي الحقيقة الذراع التي تم العمل عليها من أجل ليها من قبل الجانب الأمريكي هذا جانب الجانب الآخر ما يريده الجانب الأمريكي دائما هو يبقى الحكومة العراقية حكومة ضعيفة تخضع بمراد مطلب الجانب الأمريكي خصوصا في موضوع بقاء القوات الأمريكية علينا أن نبادر وأن نجد الحلول ما يريده هو تجويع الشعب العراقي إذن علينا أن نتوجه أن نسيطر على السوق الخاصة للمواد الغذائية والسلع المهمة والأدوية من خلال تدخل الحكومة حتى في طريقة الاستيراد وأن تنافس القطاع الخاص في هذا المجال وبالتالي نفوت الفرصة طبعا نعرف قيمة الدولار الآن مرتبطة بالكامل بالسوق العراقي وتؤثر على كل مواد اللي موجودة داخل السوق لكن هناك أشياء أساسية تلامس حياة الفرد العراقي يراد من خلال حقيقة دائما إظهار صورة الحكومة العراقية على أن حكومة عاجزة وبالتالي تستغل هذه الورقة أما للتفاوض ورفع سقف المطالب الأمريكية أو إذا فشل يذهب إلى الشارع العراقي ويؤلم الشارع العراقي كما حصل في عام 2019 طبعا التفاتة السيد محمد الشياء دولة الرئيس لهذه المرحلة في موضوع البنى التحتية هو الاحتماد على الجهود الذاتية لذلك كل الجهد الهندسي الآن نجده وجهدا عراقيا ليس كما فكر السيد عادل عبد المهدي بالاتفاق مع الشركات الصينية وكان يعتقد دولة الرئيس أن هذه الخطوة ستعطي له مجال وللأسف هو وكل الإطار التنسيقي كان من المفترض أنه يأخذ بنظر الاحتبار نحن نتعامل مع الشيطان الأكبر وبالتالي دائما الشيطان الأكبر يعمد إلى فتح جبهات متعددة اللي أقول الآن الجهد الدبلوماسي تنويع حقيقة مصادر الاقتصاد كذلك التفكير بتوفير السلع الأساسية من المواد الغذائية وسيد عادل عبد المهدي بالمناسبة نجح في موضوع تنشيط القطاع الزراعي وخصوصا لقرابة 30 مادة زراعية مهمة لحياة الفرد العراقي وكذلك العمل على تطوير منتج الثروة الحيوانية والسمكية وبالتالي إذا ما استطعنا وكذلك الجانب الدوائي هذه الجوانب ذرائي ستفوت الفرصة على الجانب الأمريكي في استغلال خفض قيمة الدينار أمام الدولار وبالتالي نستمر في موضوع المنجز إلى أن نستطيع أن نضغط على الجانب الأمريكي وبالتالي نصل إلى سقف تفاوضي أفقي لا يجعل العراق أقل من الجانب الأمريكي في موضوع التفاوض وبالتالي لا يمكن إضعاف الحكومة أمام الشارع العراقي طيب وجه آخر للإستراتيجية الدولية وساد مفيد هو تقوية الأواصل والعلاقات الدولية نتحدث هنا عن زيارة السوداني إلى ألمانيا الحراكة اللي صار واللي راح يصير مع أوروبا أمريكا، الصين، دول الجوار كل هذا الموضوع يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار كي نستشرف المستقبل القريب وكيف ستكون المعادلات السياسية من جهة والمعادلات الاقتصادية من جهة أخرى نعم، شوف سيد الفاضل لدنا نذهب باتجاه الاتفاقات التراتيجية الخارجية لا بد أن نستند إلى قاعدة قوية قاعدة القرار السياسي الداخلي القوي ربما ذهاب السيد السوداني تتكى على قوة القرار السياسي الذي كل أجمع على أن شركة السيمينسية النجادة أو الذهاب باتجاه تغيير المنافذ التي ربما تستثمر في الساحة العراقية هي خطوة موفقة وأيضا خطوة جبارة لكن بالتالي متى انعكاس هذه الخطوة على الواقع الداخلي العراقي هل يبقى القوة السياسية على قرارهم ذات القوي والدفع بحكومة السوداني إلى مرحلة النجاح أو عبور هذه الأزمة بنجاح أم يرهم باتجاه أن يتنصلوا كما تنصلوا عن عادل عبد المهدي ونحر قربانا لمصالحهم الشخصية وقربهم من الواقع الأمريكي هنا نأتي إلى لملم شتات البيت العراقي بصورة عامة وربما فك ارتباط السلطة السياسية سلطة الأحزاب عن السلطة التنفيذية ولا تكون مهيمنة ومسيطرة مئة بلما بقدر ما تكون هي سلطات تكاملية الوحدة تثبع باتجاه الآخرة حتى نستطيع ليس فقط أن نذهب باتجاه ألمانيا هناك أكثر من دولة ممكن من الصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تمتلك اجتناعات كبيرة وعظيمة فيها الواقع الاحتماد على الواقع الداخلي أيضا ممكن نذهب ونتكر ببمار يوم الجهد الهندسي هي مثل ما تفضل أخ سل علي ولم تقم الشركات اللا الصينية ولا الألمانية بقدر ما هو جهد محلي وداخلي استطاع أن يحقق ببمار تعجز عن الشركات الخارجية واذهب باتجاه ملفات فساد والعقود والكومشيناتة التي تجري هنا لا بد أن يكون توجه مدروس هو أيضا حقيقي وواقعي بنفس الوقت علينا أيضا الكتل السياسية الداخلية نداما نركز على موضوعها اللي هي نواة العمل السياسي أن تنظر إلى مكان من القوة والمتغيرات ترجع على المستوى الإقليمي والدول ونفس الوقت تنظر وتقرأ الساحة الأمريكية جيدا وما هي الساحة الأمريكية اليوم تشعر بضعف وهن في قبال بروز مثل قوة الصين وروسيا والحرب الاستنزافية الأوكرانية ويضا تذهب بالتجاهة فتح ملفات حرب حتى تعوض ما موجود في الداخل الأمريكي هنا نرتكز على قوتنا القوة الداخلية من قوة المؤسسة المدنية كمواطن نعتمد على قوة ما يمضي اليوم اللي نعيشها لحد هذه اللحظة قوة القرار من اتلاف إدارة الدولة بصورة عامة يدعم بنفس الوقت ونستثمر المتغيرات التي تجي على مستوى الإقليم ودولة نستثمر حتى الحرب الأوكرانية الروسية هي ونعكاساتها على الواقع الدولة ولاحظنا اليوم كل يريد أن تستقر الساحة العراقية بالأمس كانت المفخخات تأتي من دول جوار وفتاة تكفيرية لون بالعكس الكل يدفع بأن يكون عراق هو ساحة توازي المستقيمات ساحة تبادل المصالح الموجودة تغير كل قواعد اللعبة وقواعد الاشتباك الموجودة لكن يبقى القرار الأول والأخير لقراءة السحوة الذهاب باتجاه تعدد المنافع وتعدد المصالح ما بين الدول الكبيرة الاصطناعية هي يعتمد على القرار الداخلي العراقي طيب يعني كل هذه الفواعل الخارجية والستراتيجيات التي تتبعها الحكومة أستاذ علي نلاحظ بين الحين والآخر تحدث بعض الأرض التي تنخر بالدعامات الأساسية لركائز العملية السياسية ما الذي نقول ركائز الدولة لو أن كان هي متدخلة في مؤسسات الدولة نتحدث عن السلطة التشريعية والبرلمان والخلافات داخل المكون السني وهذا البيت السني اللي بصراحة بدأ يستنجد بالأخ الأكبر ويطلب تدخل من القوى الشيعية بأن تحل هذه المشاكل بالتالي هذه المشاكل إذا ما تعمقت بطبيعة الحال رح تأثر على أداء الحكومة أستريد نعرف من الذي يأخذ بزمام هذه المبادرة الحكومة تروح تحل المشاكل السياسية بين المكونات أم المكونات هي اللي تصفي أمورها حتى تدعم الحكومة شوف أستاذ أحمد يعني الإعلام الأصفر حاول منذ الوهل الأولى لمنح الثقة لدولة الرئيس محمد الشاء السودان وحكومته أن هناك بدأت الخلافات تصدع ائتلاف أو تحالف قوى الإطار التنسيقي وهذا الحقيقة كان ينافل الحقيقة نعم قد تكون هناك اختلافات في وجهة النظر وهذا الاختلاف أنا أعتقد مصدر قوة باعتبار هو يدفع الحكومة والقوى السياسية إلى موضوع التنافس من أجل إنجاز الأفضل وغضت النظر عن كم هائل من الخلافات التي أريد لها أن تغطى من قبل الإعلام الأصفر أو يزاح النظر عن هذه الخلافات ويخلافات عميقة جدا داخل جوهر العلاقات للمكون السني دليل ذلك الآن بدأت موضوع الانسحابات هذا الموضوع برأيه يبين الصورة الحقيقية أن هناك خلافات كبيرة وعميقة داخل المكون السني وكذلك داخل البيت الكردي بالعكس الإطار التنسيقي يشهد حالة من التعافي الكبيرة والتي يستطيع من خلالها حتى الخلافات السنية والكردية لن تربك المشهد السياسي إذا ما استطعنا فعلا أن نعالج الأمور برأيه أن السيد الحلبوسي ومنذ الدورة السابقة عمل على شل حقيقة عمل السلطة التشريعية والدورة الرقابة للحكومة العراقية اليوم يجب تنبيه هذا الشخص والشخصيات التي تقف وراءه وإلا من المفترض أن نمارس الحق الدستوري والقانوني وهو عدم تعطيل السلطة التشريعية من خلال إقالة أي شخص أو مجموعة تعمد إلى إنهاء أو شل المستوى التشريعي والرقابي للحكومة العراقية لكن بالمجمد أنا أقول الوضع السياسي حقيقة جيد جدا ومن المفترض أن يستثمر على الأقل من قبل الإطار التنسيقي وهذا ما سينعكس ليس على مستوى الجغرافية الشيعية بالعكس سوف ينعكس حتى على الجغرافية الصنية والكردية في قادم الأيام فبالتالي أنا أقول قوى الإطار التنسيقي تمر بمرحلة جيدة جدا يجب أن تستثمر هذه المرحلة من أجل المضي وحقيقة إرساء الركائز الحقيقية للدولة العراقية من خلال إيجاد مشاريع تشريعية تخدم حياة المواطن العراقي وتدعم الحكومة والسلطة التنفيذية في عملها على المجال التنفيذي بالمناسبة يعني معرج إلى أستاذ مفيد وخلينا نعرف جانبهم أنا برأيي الفاعل السياسي الخارجي لا زال ضغط على الحكومة حتى تحرك السيد محمد الشياء باتجاه الاتحاد الأوروبي يعني لا زلنا تحت العباء الأمريكية من المفترض أنه نشهد تحرك بعيد عن التحالف الغربي باتجاه أمريكا اللاتينية باتجاه الهند باتجاه باكستان باتجاه كوريا هذه الدول حقيقة تخلق جوتنافسي يخدم العراق من حيث التكلفة لإنجاز المشاريع والسرعة والنوعية في إنجاز تلك المشاريع والأفضل برأيي يعني موضوع الجهد الهندسي في موضوع البنى التحتية وهو حجدا هندسيا خدميا يجب أن يعمم وأن ينتقل إلى المجال الزراعي والصناعي على الأقل نوفر الحاجات الأساسية للعراق وبالتالي نستطيع أن نمتص الصدمة التي يراد أن تصعق العراق وبالتالي تلغي كل نجاحات هذه الحكومة طيب أستاذ مفيد يعني هذه السياسة الخلافات السياسية خصوصا داخل مجلس النواب وفي رئاسة المجلس الرئيس البرلمان ما يدور في البيت السني من تغيير رئيس البرلمان نحن هنا بحاجة الحكومة أنه إعداد الموازنة الاتحادية وتقديمها إلى البرلمان طيب إذا ما قدمت إلى البرلمان وسط هذه الخلافات والمناكفات هل ستمرر هذه الموازنة وسط هذه الأزمات السياسية التأخير الي راح يكون نتيجة هذه الأزمات وهذه الخلافات من يتحمل مسؤولية التأخير راح نحملها للحكومة نقول ما عدها موازنة وما أدت الخدمات اللي وعدت المواطن بيها راح نقول أنه المواطن اللي ينتظر أداء هذه الخدمات أنه ما عدنا موازنة مقرن مجلس النواب مهي القضية أنه سلسل هذا نظامنا الديمقراطي بهذه الطريقة يمرر على عدة مراحل نعم أنا أرى الخلافات ربما تكون إيجابية لعمل الحكومة الحالي وهذه الخلافات صراعها يكون على ساحة واحدة ليس كما الصراعات التي شهدناها قبل عام يعني اليوم ذا قيلة سيد الحلبوسي أيضا نحتاج إلى وقت كبير أن نتفق على شخصية يكون على رئاسة مجلس النواب لكن اليوم يوجد هناك نائبين لرئيس البرلمان ومن حقهم يطفق النظام الداخلي والقانون والدستور العراق أن يذهب باتجاه إقامة الجلسات وأيضا المضيب القراءة الموازنة الاتحادية هي نعم تكون معطلة فقط لقانون الموازنة الاتحادية أو معكرة للمزاج السياسي داخل السلطة التشريعية لكن إذا أذهب باتجاه السلطة التنفيذية وعملها هذه الخلافات اليوم موجودة في شمال عراق وفي داخل البيت السني هي تكون لجب أن تستثمر لصالح الواقع الحكوم أي تكون هذه حتى الوزراء الذين هم من تلك الدول يكونوا ربما تكون الداعم لهم سياسيا يكون ضعيف فيحاول يتكئ باتجاه قوة القرار هي قوة القرار باتجاه السيد السوداني وتنفيذ برنامجه الحكومي في واقع انعكاس على الفرد العراق وفي الساحة العراقية ونفس الوقت حتى الأعضاء المجلس النواب الذي اليوم انشقوا والذين باقين أيضا سيتهبون باتجاه من هو صاحب الرياضة وهم صاحب العدد الأكثر والأكبر عدد في مجلس النواب تكون هذه الكتلة السياسية تنطوي تحت صاحب القرار الكبير والمتماسك في مجلس النواب أنا أرى هذه الخلافات نعم ربما عكرة بعض الشيء لجانب المشهد السياسي لكن تتعطي دفع قوية باتجاه الحكومة أن تنفذ برنامجها وتسبح بعيدا عن تلك الخلافات إن هذه الخلافات ربما تقوي الواقع الحكوم وأيضا هذه الخلافات تنشغل بها تلك الكتلة السياسية باستطاعتنا اليوم أن نمضي باتجاه قوة القرار لكل لديه مصالح مع الحكومة فلابد أن يدعم الحكومة بشيء أو آخر ويحاول أن يفرز هذه الخلافات بعيدة عن الواقع ربما خلاف وحيد هو يعطل الواقع الدولة العراقية هو دامت ما انعكس إلى النزول إلى الشارع كما يحدث التيار الصدري ويفكر فيه التيار الصدري وتعطيه مؤسسات الدولة فهذا فقط هذا الذي ربما نخشاه وإذن تخشاه حكومة التحدي الكبير أمام حكومة السيد السوداني ومع كل قوة الوطنية وقوة السياسية الموجودة في داخل وإلا أي قوة السياسية وإي صراع سياسي من البيتين الكردي والسني لا يعطي بقدر ما هو يعطي زخم كبير للحكومة أن تسلح بعيدا عن تلك الخلافات وأيضا تكون تلك الأفراد ضعيفين في حالة تكئو في أن تكون مصالحهم مرتبطة بالواقع الحكومة المقبنية على انتخابات ربما في تشرين أول لمجالس المحافظات وأيضا تؤسس إلى مرحلة انتخابات نيابية أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مفيد السعيد المحايل السياسي ثلاثة الحوار في هذا الملف وأشكر كثير لحظرتك رسال علي فضل الله المحايل السياسي ضيوفا كراما وعزا في الأستوديو نتواصل وياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة شريحة واسعة من محتجزي رفحاء باتوا بين الإجراءات الإدارية المتخذة بحقهم والأمل وحسن الظن بالحكومة الحالية للعدول عن قرارات قطع رواتبهم وتغيير الأحكام الصادرة بما يضمن عودتهم للاستفادة من الحقوق التقاعدية الممنوحة لأقرانهم خلونا مشاهدي أحب نفتح هذا الملف لكن بعد نشاهد الاستطلاع اللي أعدى أنه الزميل علي حبيب الأقوى المحتصمين هم من أبناء الوسط والجنوب المشكلة اللي يعانونها هم شريحة من المتقاعدين أكثر رواتب هم 400 ألف بعد مصادقتهم من قبل مؤسسة السجناء قامت مؤسسة السجناء بقطع هذه الرواتب تدري أنت الناس رتبت وضحها على أساس حياتهم المعيشية وخذوا قروض وإذا بالمؤسسة تقطع هذه الرواتب بل زادت في ذلك قامت بإقامة دعاوة ضدهم في التقاعد الاسترداد الرواتب لأخذوها كاف مليينة كاف جزانة أربع سنوات نايمين بالشارع لاتبنا مقطوع ابن الناصرية وابن العمارة وابن البصرة وابن الديواني والسماوة الوسط والجنوب والنجف الحلة كربل دول المقطوعين بس ليش شن التبرقة راتب جانب القانون نحن نظلمنا 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 ظلم مو طبيعي المؤسسة ما زالت تظلم بنا الريد حل نحن نتوسم خير بدولة رئيس الوزراء ابن الشهداء اللي هو كان يوم من الأيام رئيس مؤسس لجناء السياسيين واللي هو بوجوده نحن صادقة ملفاتنا وكان موجود وكان داعم ونعرف بيدعى منه وهو الوحيد اللي يعرف بالملف كله من الزغيرة والشبيرة فاحنا ما كنتوا نشرح له هو يعرفنا كله زيان رحت أستلم راتب ابن الشهيد لقيته مقطوع قاطعين قاسرين راتبي مال ابن الشهيد يا بلية شرحت لتقاعد قاله احنا لازم نتقاضى منك الفلوس الرواتب اللي شن نتاخذها قبل أربع سنوات وأنا أطلب من السيد محمد الشاع السوداني الله يحفظه يخلصنا من هاي المحنة راتب أربع مول وأحنا أحنا يعني مظلومين الله وكيلك مظلومين وأوراقنا كلها صحيحة وأخواننا اللي ويانا بنفس القانون كلهم جاي يستلمون الرواتب ما عدا أحنا هذول كم واحد انقطعنا نفس الأوراق ما عدنا اختلاف أي شي كلهم يستلمون وإحنا ما نستلم ما عدنا أي شي حياكم الله من جديد مشاهدي الأحبة في هذا الملف أرحب بضيفي الكريمة دكتور حسين السلطان الرئيس مؤسسة السجناء السياسيين ضيفا كريمة في الوستوديو حياك الله دكتور حسين نتحدث عن الشريحة المهمة من المتقاعدين وبعد مصادقة أوراقهم الثبوتية من قبل مؤسسة السجناء السياسيين قامت المؤسسة ذاتها بقطع رواتبهم حضرتك تعلمنا على الشفافية والقرب من الناس اللي لهم علاقة بهذه المؤسسة المهمة واللي أنصفت شريحة كبيرة من المواطنين خصوصا بعد التغيير واليوم المواطنين من من رفحة تظاهروا ورح يصيرهم أسبوعين أمام بوابة الجسر المعلق بالتالي وطبعا قريبة على مؤسسة السجناء وجدوا استجابة وحلول آنية لمطالبهم أحياكم الله حبيبي استاذ وشكرا لكم وتحية لكادر القناة ولجميع المشاهدين لك كل التحقيق هذا الموضوع في الحقيقة صار متكرر وباعتقادي وأتمنى أن يضع له حد هؤلاء الأخوة اللي هما يدعون من أبناء رفحة يعني أنا أقصد يدعون من ناحية القانونية وكما تعلمون الحديث ليس عن القضية الواقعية الحديث عن القانون أبناء رفحة الآن المشمولين في قانون المؤسسة 29500 أسئيين قص عشرة يزود عشرة يعني هؤلاء الأخوة اللي الآن يعني تتكرر مطالبهم وصار لهم أهم كم يوم ما تصمين تقريبا بحدود 1200 إلى 1300 القانون رفحة يعني قانون المؤسسة اللي شمل بتعبير عدق قانون المؤسسة اللي شمل محتجزي رفحة اشترط شرطين في شمول أبناء رفحة الشرط الأول أن يكونوا مشتركين في الانتفاضة الشعباني يعني لابد يثبت الاشتراك أولا ثم بعد انتهاء الانتفاضة دعتهم الظروف الأمنية لمغادرة العراق باتجاه المملكة العربية السعودية حصرا ذن الشرطين طبعا الشرط الثالث أن يكون شمولهم وفق أدلة و يعني أدلة رسمية من جهات معتبرة اللي هي الأمم المتحدة على رئيس هذه الجهات هؤلاء الأخوة هؤلاء الأخوة نعم ثمانمية وخمسة من عدهم أسرى وفق القانون أسرى وفق القانون يدعي أحدهم أنه أنا ليس أسير واقعي وهذه مهمتنا يعني لابد يثبت يعني أولا يبطل الأدلة اللي موجودة عندنا أنه هو غير أسير ويثبت أنه هو بدليل رسمي أنه هو من محتج جراف حطير هؤلاء الأخوة عزيزي اللي ثمانمية وخمسة وأنا تمنى على الرأي العام كل واحد عنده خلاف هذا الكلام خلي يعني يعني يعلن هؤلاء هؤلاء الأخوة لعدهم دليل مثبت وأكو دليل نافي أو ينفي اشتراكهم بالاتفاق بعض التساؤلات من خلال استطلاع طرحوها المواطنين المتظاهر خلي أطرح على حضرتك باعتبار هذا دورنا الإعلامي ويكال شرحك وافي جدا ولكن وصوتهم ونوصل لك بكل أمانة وأجوبتك راح توصلهم أيضا بكل أمانة عبر حصاد الأيام المتقاعدين المقطوع رواتبهم تحدثوا بأن مؤسسة السجنة ما كتفت بقطع الراتب بل أقامت دعاوى قضائية ضدهم في التقاعد لاسترداد الرواتب اللي اتقاضوها خلال المدد السابقة لا إحنا في الحقيقة ما أقمنا دعاوى إحنا عدنا وفق القانون شعبة في المؤسسة يسمونها شعبة تحصيل الديون الحكومية بط بط هاي شعبة إلها صفة ذا ما تقول قضاية شبه قضاية نعم ويكون يرأسها قانوني هذا أي واحد مشمول بقانون المؤسسة خلاف القانون وتبطل قراراته من كل بكل الخيارات المتاحة إلها نعم يعني الآن المؤسسة أول من تبطل القرارة في هيئة الطعن نعم ثم بعد هيئة الطعن يروح إلى محكمة القضاء الإداري بط أيضا تبطل قرارة يروح المحكمة التمييز ما تعطي قرار حينما يستوفي كل هذه الخيارات حين ذاك يجي دور المؤسسة في أن تسترجع الأموال التي أخذها دون وجه حق وأؤكد أقول أموال أخذها دون وجه حق وفق القانون باعتبار أنه إحكمنا القانون بعضهم مثلا يريد يدعي أنه لا أنا بالواقع هذا أخوه الدولة ما تمشي والمؤسسة ما تمشي بالمدعيات هؤلاء الأخوة 805 واذا تسمح لي أفصل في هذا الموضوع أنا حتى لدي عدوة أسئلة أريد على وجه الوجه الاختصار إذا تسمح دكتور بلي نعم ف805 معطين وثيقة اللي هم وثيقة 14 3 نعم وثيقة 14 3 في الحقيقة تكشف تكشف أن هؤلاء ما مشتركين بالانتفاضة ليش لأنه 14 3 كان ما منتهي الانتفاضة لا تزال قائمة اثنين ماكوا واحد يدعي الوثائق الرسمية اللي متوفرة في المؤسسة نعم وأبناء رفحاء أنفسهم حتى هؤلاء الأخوة ماكوا واحد يدعي أنه راح للسعودية في 14 3 زين تقولون لا عدش كيف نشملكم يقول أنه هاي الوثيقة غير افتراضية غير واقعية احنا نقولهم يابا ما عدنا مشكلة احنا ما قلنا فرش شي قلنا أنه هاي الوثيقة غير معتبرة طيب أي وثيقة تجيبونا أخر نعتبر اثنين مو فقط الوثيقة غير منتجة لا أكو دليل بالضد أكو دليل جاي من وزارة الدفاع معطيتنا قوائم أنه هؤلاء أسرة طبعا شوفوا الأشياء الشبهات والمغالطات اللي تستخدم يقولون أنه يابا هذا القرص اللي جاكم بأطفال وبفرشة احنا خمار احنا ودينا كتب غير القرص ما أبطلنا القرار إلا ودينا كتب وجتنا كتب تحريرية بالأسماء يعني نودي الأسماء إلى وزارة الدفاع وزارة الدفاع تقول لنا هؤلاء أسرة زين عدكم مشكلة تقولون احنا مؤسرة وروحوا لها وزارة الدفاع وحلوا القضية يمهل احنا ما مسؤولين لا كلها واقع على مؤسسة السجنة وتتحملنا شوي دكتور حسين المقطوعة المطالبة أنه من المؤسسة أنه كانت هناك تشكيل لجنة لعادة النظر والمتقاعدين والمتظاهرين ينصفوها بأنها مخالفة للقانون ويقول لك أنها ما تستند إلى يعني لا سند لها تم أعطاها صلاحية عادة النظر بجميع الطلبات بجميع الملفات التي صدرت بها إجازات وهويات تقاعدية وكذلك أيضا استندوا إلى قرار مجلس الدولة بعد مخاطبته من قبل لجنة الشهداء والسجناء السياسين ومجلس الدولة أصدر قرارة أن المادة دعش من القانون ما تنطبق على هذه الشريحة وإجراءات المؤسسة يعني تعتبر خاطئة من وجهة نظرهم لنفرض ذلك لنفرض جدلا ذلك صح لنفرض خوة إحنا الآن المنح تكمنا يعني قصدي حينما نختلف المؤسسة اختلفت نعم بأي مبرر من هذا الاختلاف مع هؤلاء الأخوة منه المعيار والمرجع في الاحتكام مجلس الدولة يعطي الاستشارة لمجلس النواب ولكل مؤسسات الدولة عندما يكون هناك اختلاف لا أنا أتقول الآن الآن حينما شخص يروح يعني يطلب حق والمؤسسة معطة أي دائرة حكومية معطته المن يرجع للمجلس الدولة والمحاكم الإدارية القضاء نعم القضاء القضاء إذا هم مش يدعون يدعون أنه إجراءات غير قانونية من هو ليقول إجراءاتها غير القضاء تمام الآن هؤلاء الأخوة هؤلاء الأخوة راحوا واحتكموا إلى القضاء الإداري وأبطل قراراتهم والآن يعني إذا كان القضاء الإداري يعني يعرف أنه المؤسسة عملت خلاف القانون ولماذا ما يعطيهم حقهم أريد أقول القضية القضية قضائية بحتة إحنا من حقنا من حقنا أي واحد نجد فيه ما عند أدلة قانونية للشمول نطعن في قرارة هذا حق للمؤسسة ولا يختلف عليه أحد زين لنفرض لنفرض أنه إحنا اشتبهنا إحنا أخطأنا لنفرض جدلا زين بالقانون هم ما خل مصير الناس بجهة محددة فقط انطهم أربع خيارات الآن اللي المؤسسة ولذلك الآن حينما القضاء الإداري ليس رد الجميع اللي لقى عنده أدلة أعطى حقه اللي لقى لا والله أدلت يعني ما عند إدلله وقرار المؤسسة صحيح ما نطع ولذلك أبدأ أقول أصلا الموضوع ليس موضوع مظاهرات وليس موضوع اعتصامات أبدا الموضوع ليس سياسي الموضوع قضاء بحث نحن ندعي أنه نحن جايب كمؤسسة نعمل وفق القانون والدليل على ذلك ولماذا هل يعقل أنه نحن شاملين 29500 وما عندنا مشكلة وعندنا مشكلة ويا هذا الألف واحد زين أكثر من هذا من يقول يا أبا أنه أنت لا عندك مقتضي للشمول أقصد ما عندك دليل وعندك مانع القضية بمنتهى الإحكام نعم يعني أنت الآن ما يمكن فرد واحد يحصل على حق من دون دليل زين أنت لا عندك دليل وعندك مانع ما عندك مانع بمعنى أنه وزارة الدفاع هي اللي تقول لنا وهي اللي معنية في هذا الموضوع أنه هؤلاء أسرة زين هو أقصى ما يدعون أقصى ما يدعون أنه إحنا ليس بالواقع أسرة خوروا حثبتوا هالقضية من وزارة الدفاع ليس مشكلتنا لن ما عندنا مشكلة مع أحد الجانب الآخر عزيزي استاذ وهو تقريبا بحدود مية إلى مية وأربعين هؤلاء نسميهم ولادات رفحة ولادات رفحة هؤلاء ولاداتهم في رفحة بس بعد ما يجوا قبل صدور القانون راحوا طلعوا جناسي والجناسي قال ولادتهم في محافظاتهم نعم يعني ولاداتهم فإحنا ما يحقن أن يعني نشمل واحد ويقدمنا جنسية ولادتهم في البصرة فلذلك قلنا يا با روحوا أنتم اللي تدعون روحوا غيروا وحتى تطابق الأدلة اللي يجبونها من رفحة مع الجنسية اللي موجودة أما أن تقول لنا ولادتنا في رفحة وتمطيني جنسية ولادتك في البصرة كيف يجوز لي أنا يعني أشملك الصنف الثالث اللي هما تقريبا بحدود يعني جوز مئتين شخص هؤلاء معدهم مستمسكة يعني أي أي مستمسك معدهم تعال اقبلنا على الشهود نعم نصف القانون الشمو الرفحة لابد بالأدلة الرسمية التحليلية فما يمكننا أن نشمل على هذا تقريبا ليس عدمو تقريبا دقيقا أن هؤلاء ثلاثة ليس غيرهم دكتور رغم هذا أنه المتظاهرين استقبلتهم الدائر القانوني في مجلس الوزراء وأيضا رئاسة الجمهورية وتابعت ميدانيا ملف هذه الشريحة وعدتهم بتسبية أوضاعهم قانونيا وإذا كان القانون يعني مثل ما أوضحت حضرتك بالتأكيد سيتم إقناعهم وإذا كان لهم حق بالتأكيد عبر القانون سيأخذون حقهم لكل هذه الإضاحات أتقدم لحضرتك بالشكر جزيل الدكتور حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ضيفا كريما في الأستوديو وثريث الحوار وإن شاء الله تكون هذه الإضاحات وصلت لكل الأخوة المتظاهرين أمام بوابة الخضراء من مخيم رفحاء أكرر شكر لحضرتك وشكر للموصول المشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله